اشتركوا في القاعدة لا نريد لذا فإن تصريح الرئيس الأمريكي باراك أوباما بأنه لا ينوي إرسال قوات عسكرية إلى اليمن يأتي منسجما مع المزاج العام شعبيا ورسميا هذا هو الشيء الطبيعي والخطاب المعتدل والمرحب به في سياسة أوباما والذي كانت المنطقة بحاجة إليه الحكومة اليمنية تقول إن قواتها الأمنية قادرة على مواجهة القاعدة وللتدليل على ذلك قدمت لوسائل الإعلام العالمية هذا العرض التلتربي لكنها في الوقت ذاته تطلب المساعدة دون تدخل المباشر بدون تنسيق لوجستي وتنسيق أمني وتبادل استقباراتي ورفع لمستوى القدرات لن نستطيع أن نواجه هذا الإرهاب لأن سبغته عالمية لكن التعاون بين صنعاء والدول الغربية قد يصطدم بمعوقات على الطريق هذا البلد المحافظ يتميز بوجود كبير للطيارات الأصولية يرتبط بعضها بعلاقة وثيقة مع الدولة ويحظى باحترام شعبي واسع الشيخ عبد المجيد الزنداني أحد أبرز هؤلاء السلام عليكم ولكنه في نفس الوقت متهم من قبل واشنطن بدعم الإرهاب وهو لا يخفي توجسه من الاهتمام العالمي الحالي باليمن حوار بين أبناء اليمن وبين الحكومة ومعارضيها ربما يكون أحسن طريق لعلاج كثير من المشاكل فوجئنا بمؤتمر يدعى إليه في لندن يقول بأن الحكومة اليمنية فاشلة ليس كل من تتهمه واشنطن بالإرهاب يمثل خطرا على الأمن من وجهة نظر صنع والعكس صحيح ففي الجنوب المضطرب تتهم السلطات اليمنية الحراكة الجنوبي بالارتباط بالقاعدة إلا أن كثير من المراقبين لا يرون فيه خطرا على المصالح الغربية أعلان أوباما نيته عدم إرسال قوات أمريكية إلى اليمن يلقى ترحيبا هنا على المستويين الشعبي والرسمي لكن هل سيبقى هذا التوافق الأمريكي اليمني طويلا أم لا؟ سؤال تبقى إجاباته مفتوحة خلد أزل عرب بي بي سي صنع شكرا 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 شكرا